خلافات كبيرة بين شركاء العملية السياسية قبيل انعقاد جلسة البرلمان الاستثنائية في بغداد للتصويت على التشكيلة الحكومية لمرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات المتظاهرين الرافضة لتكليف علاوي لأنه من مخرجات العملية السياسية وأحزابها الفاسدة الصراع الذي تقوده عدة أطراف طغى على سطح الأحداث في الساعات الماضية عقب الإعلان عن وصول المنهاج الوزاري إلى البرلمان ليبدأ بعده مسلسل تقاطع المصالح السياسية الرئيس البرلمان محمد الحلبوسي عبر عن عدم ثقته بمحمد علاوي في مقابلة متلفزة بعد ساعات من تسلم الحلبوسي المنهاج الوزاري وقال إن منهاج علاوي يعطي الانطباع بأن زمن الحكومة الجديدة قد يمتد إلى عام 2022 وبلا انتخابات مبكرة بخلاف إرادة المتظاهرين علاوي من جهته عبر عن انزعاجه مما قال إنه مخطط لم يتم التأكد منه يفيد بدفع أموال طائلة لبرلمانيين لإفشال تمرير حكومته واجعل جلسة البرلمان سرية للتصويت على كابينته المقترحة منهاج علاوي الحكومي لم يخل من شعارات محاربة الفساد على نفس النغمة التي سادت خلال فترة حكومة سلفه عادل عبد المهدي أضف إلى ذلك أن منهاج حكومة علاوي لم يتطرق إلى محاسبة قادة الميليشيات المتورطين بقتل المئات من المتظاهرين السلميين وما زالت كذلك بجانب حيتان الفساد الرئيسة وإحالتهم إلى المحاكم وإعلان ذلك على الرأي العام فهو ليس برنامجا تفصيليا يوحي بأن حكومة علاوي جادة في تلبية مطالب ثوار تشريم ووفقا لمغتصين فإن الفقرات الإصلاحية الواردة في منهاج حكومة علاوي لا تختلف في جوهرها عن سابقاتها في منهاج حكومتي عادل عبد المهدي وحيدر العبادي باستثناء التجديد اللغوي في مضامين تلك الفقرات وبلوغ الصراع السياسي على الوزارات والمناصب أوجه